35 دقيقة مرحبا بكم مستمعين شكرا لاختياركم EFM ومتاش سبوغ على فيسبوك الموعد في إبغيدي تواصل حتى للعشرة إمتى عصباح الموعد تودسويت كود دولاغو موضوعنا اليوم هو البلايك والبداية كالعادة تكون بفاطمة العبيدي الوسلتي كلما نترق الوضعية السيقة في تونس ونحاول نفهم أسباب المشاكل اللي تعرض فينا كل يوم في حياتنا اليومية وتعطل فينا برشة يخرج لنا برامتر جديد اليوم مثلا الأسبوع هذية مثلا ونحن نحاول ونفهمه في سلوكيات السيقة جينا نثبت ونلقاو اللي في تونس وضعية التأشير المروري أو ما يسمى البلايك من أهم الأسباب اللي مخلية للعطالة كبيرة يسر على الطرقات متاعنا وتتسبب في برشة حوادث في محيط المستشفيات والمدارس مثلا نلقاو غيب شبه كلي للتأشير المروري نلقاو الانترتيام تاع اللي في ما هوش قاعد يسير لبسي بصفة دورية وزيد نلقاو اللي معناتها عبارة فما غيب تيم لسهر على إنهم هالتأشير المروري هيدا يكون ذو فايدة للمواطن بما أنه أنت كتبدا ما تعرفش بلاسة في تونس مستحيل بالبلايك نجم توصل مستحيل أكيد مستحيل أكيد نتحدى أي تونس اليوم يسمع فينا كان ينطلق من نقطة X إلى Y من غير لا يستعمل لجوجل مابس وهو مش حافظة نية ويوصل خاطر أكيد بش تضيع به البلايك في تونس اليوم هي حاجة ثانوية للأسف اللي فتيت بأنواحهم موجودين بش ينظموا لنا كياساتنا ويحميونا ويسهلو لنا عيشتنا للأسف مرة أخرى اليوم البلايك في تونس والليت حاجة تبع الدكور وأكهو مادام عفيف غنية رئيسة لزامبسادور دو لسيكوريتي غوتيير بش نرجع شوية للي فاندامنتو بسؤيل بسيط لكنه نقطة انتلاق مهمة في الحوار متاعنا ممده أهمية اللي فتيت اليوم في تونس يأتيك صحة سعى vraiment c'est un problème d'actualité هذي هو الإشارات وسينالزات في تونس يلزمنا نرجع شوية للمتتاة وانو سينالزاتي غوتيير معناتها الإطار القانوني موجود نحن ديم في تونس عنا من أعز القوانين ومن أحسن ومن التطورين على الأخر donc la convention ديين اللي هي من 1968 donc هي الإطار القانوني الدوليين تعل الإتفاقية هذي اللي يتنظم الإشارات وحنا معناتها بارتي contractant في تونس معناتها في الاتفاقية هذي وعنا أن دكري واضح اللي هو الدكري 150 جنوية 2 مي اللي هو يضبط الإشارات والسينالزات دونك الإطار الكلو موجود هذي يلزمنا اندوى جوست معناتها غولفي لكون وانو وزارة النقل هي المسؤولة على التشريع لكن شكون مسؤولة على التركيز انتع هالإشارات هذي والمنظومة وزارة الدخيلية لا وزارة التجهيز وزارة التجهيز والإسكان فيما يخص الطرقات الجهوية وعنا البلدية فيما يخص الطرقات البلدية دونك هذي المنظومة بش نوضح شوية الرؤية للناس اللي تسمع فينا شكون المسؤول والإطار القانوني دونك توتيتون بلاس عنا جيهات المعروفة عنا الإطار القانوني سينياليزاتيون معروفة حتى الهوني نحنا تحصن بلد فعال نعودو نرجعو نقولو كلمة يصير بيها اللي هي الإشارات اللي ويش موجودة ستانوتي دو كومينيكاسيون اللي هي لغة التخاطب اللي هي موجودة بش تسهللنا كيفش يقولو للونغاج مابين مستعمل الطريق ومابين الطريق بش تخلينا نمشيو من بوان إيكس نخلطو للنقطة انتعال النهاية انتعنا في أمين ونكونو معروفين لك ما لو غزمون على أرض الواقع في تونس شنو اللي موجود وإنو البلايك ساعات ما هونش موجودين بالضبط ساعات احنا انتنو كيوزاجي دولاغوت نقولو عليش بربيوني خمسين تي لبلاصة هادي تلكيس فاضي عليش موجود سابعين عليش شنو ما معتا باكو دو Ramadan اللي نس podcast ألعيش لبلائك هدوما موجودين دن؟ نعود الوزارة تعرف على الشيط تعرف نقص على كلامك سامحني ما دام ط Cyber تعرف إنا شأنقول أنت نقول اللي البلايك مم مشكلة التونسي مع البلايك ومفهمها مشكلة البلايك مع التونسي أي ع 2016 مشكلة التونسي مع البلايك التونسي مشكلته مع البلايك أولا انهم ينجموا يكونوا مش متواجدين جملة واحدة وتأتي يكونوا متخبين آآ متخبين بشجرة ولا متخبين آآ بالجرافيتي وإلا حاطين عليها للبيع ولا وإلا مكسرين ومشكلة البلايك مع التونسي إنهم حتى كني بديوا موجودين التونسي طفيهم بضبط وإلا النقطة الأهم والأخطر في في موضوعنا لليوم إنه يشوفهم وما يفهمهمش وما يفهمهمش يعطيك الصحة هذا هو أعليش على خطر هوني بش نرجعوا عن قران بايزي زمنا نرجعونه في حلقة وحدة وإنه الإشكال اللي موجود في البلايك وإنه أحنا قالت فاطمة كلمة يسر بها السيانة مع تعانى حتى وكين بلاكة تبدأ موجودة كي تتنحى ويني إسكو ترجع في شهر في شهرين أنا سلت سؤال مع توصلت للمصالح المعنية في وزارة تجهيز السيانة نتاكو مقدش تسير السيانة تسير سنوية مرة في العام مرة في العام عليش فود مويا قال لك أحنا مع ناش لي مويا اللي موجودين مش ننجمو أشك فواء نعملو السيانة بربي بربي لمويا اللي بديت لحقيقة تخرج لي من خشمي على خطر في كل مرة هي الشماعة اللي نحنا نحطوها على المشاكل متاعنا راو فود مويا مع ناش الحاجة ديك فود مويا ما صلح ناش الحاجة ديك ألو ركو نحنا نحكيو على حاجات موهمين يسر حاجات معناية من نجموش نستغنيو عليهم فود مويا من نجموش اكزاكتما هيدا هو كلام كوي اللي صحيح دونك جستما مادام احنا احنا الوقت اللي نحكيو على السجات هيدا وحبينا نتوسعو فيه اكثر انا او مع مالكي الريفليكشيون هيدا يبج انه علش ما نستدعوش ممثل عن الجهات اللي المعهود لها الصيانة صيانة ومبع الا انه فقنا اللي وقت اللي بش يجي اي ممثل عن الجهات اللي معهود لها بالصيانة بش يقول لنا نفس الكلم اللي يتقال في اللي بلاتو الكل فود مويا معلي هو فود مويا والتخريب اكزاكتما احنا اليوم نلانس انا بيل احنا اليوم نعن كاعلم يحبي بدل حاجة نعطي وندي نقولوا احنا اليوم في بيننا اللي ما فماش المويا في بيننا اللي فماتخريب ورانا احنا ماذا بينا كان مثلا شوية ابداع شوية ابتكار شوية ابتكار مثال اشك لو كان مثلا فما مشكلة منحلوهاش من وسط الصندوق منخمو في حلول جديدة بارتناريا اوتوف دي بوكس اوتوف دي بوكس اكزاكتما او هذا هو فاتما معن تتعقيب على كلامك صحيح تاو احنا انتون كمجتمع مدني وصيتيتة سيفيه ويسأي نطر رول اسي معنا تاو دخوفي di soluzion خاطر نعرفو احنا التمويلات انتا حدود انتا حانا انتون كمجتمع خلينا خلينا مدام لي لاي سوليسيون على خاطر بش نحرقو الحوار حاكي اسوليوسيون خلينا ساعتاو وانعملو ديا جنو سيقل خلينا انو دي تكت الاشكال وين بالضبط و بش نشوفو الاشكال وين بالضبط مني نبدي الاشكاله ذاية انتعلي في تاتسكو نحنا في بلادنا منو اللي الدنيا منو لنا عان الاشكاله ذاية وإلا بعد الثورة في الفوضى الكبيرة اللي رينيها غادوا نتفشل موجود كانوا لكن توا برشة لحاجات الكل وليت ظاهرة للعيان فهمت دونك توا أني تنتخن دابوغ دي تولي سيجي معنطا وليت قولينا أندي فوال معنطا لحكاية الكوليت لكن موجود كان من أول الدنيا لكن زادت كثرة الكثافة المرورية كثرة أسي معنطا لزاكسيدون دولاغوت معنطا أنت بسيفة غريبة راهو معنطا فات ما قالت في بداية الحديث انتاحا وهوني بالحق معنطا أنكري معنطا دلاغم معنطا معاتش ندي استغاثة راهو عنا لموين دو كاتخ موغ بغجوغ يا رسولة الناس قادة تموت يومين على طرقاتنا ما تحس ويني الدول ويني الدول